السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة وصفة افكار اخواتي لبس عليكم اتمنى تكونوا بألف صحة وعافية كما طلبتون مني اخواتي باقي الروتينات اليوم شاء الله اجبتكم احد الروتينات جدا عادي كجميع ربط البيوت يعني تنظيف والطياب والشقات لا يوجد شيء جديد على الماكلة والشقة من نسبة هذا النهار في الصباح كما ترون القهوة لان احتى كنتم اضعوا الدرسة ونجيبوا الفراج للبيوت ونجمع الشراجة ونجمع الدارة كما نجمع لان نفطرها خاطري ونجمع القهوة وخبز مع زيت العود وان شكر واسه كما نجيبها معي وانت باقي ان تبغى شيء جيد نجيبها معي وهذا هو الفطور ودائما نجمع القهوة التي نشرب وملاقيتها الذي يجب ومن بعد ان ننسى الفطور نأخذ السابون الى كين ونجمع القهوة ونجمع القهوة ونجمع القهوة وانما تجد يومين في الصيمانة من غير الى كانت تخمال وانت ان تكون تقريبا اربعيام القهوة ونجمع القهوة ونجمع القهوة ونجمع القهوة ونجمع القهوة ونجمع القهوة سوف نجمع القهوة لان نجمع القهوة حسب البروغرام وكل بروجرام يريد سابون ونجمع القهوة كما تشاهدون أريكم بلاصة بلاصة التي ستصبح الحويج جيدة فهذا 40 ايكو هذه تصبح تصبح الحويج و يجب أن يكون مستخيش مثل هذه تطلبوا لوقت ليس أقل من ساعة و ساعة تشعروا هذه البولة و تشعروا على هذا السروط و هي خدامة و هي خدامة و أتمنى أن بعد ذلك كثيرا كثيرا من السيدات في هذه السنة تجرى لي و لا تعمل و لا تعمل و بعد ذلك فطرت جمعات الأمم عن الفطور فطور الدرالي فطور الدرالي فقط و من السالة و لا تكون قلال و ضروري أخواتي التي قالت لا تعرفون عن البرد و مع المواد التي تنظفتها و مع البرد و تتشقوا و هذا الفيديو الذي قدرت لكم البارح نتمنى أنه يجبكم لأنها فيها الكريم مرحة جيدة و هذا الشيء الذي شرعت من بانقود نضيفه و هذا البونج للشكس الذي يعمل و بعد ذلك و بعد ذلك و هذا الفيديو سوف أعطيكم خاصة بالتفاصيل بالنسبة للسيدات و هذا الفيديو و هذا الفيديو و سوف أعطيكم التفاصيل كيف طيبة هذه الأكلة و خاصة في البرد تكون تقيلة و سخونة و الجلبانة و البطاطرة معروفة و المغاربة و لم يكن يبغيها و لم يكن لديها خاطرة في البصلة الخدارية و وقتها و ينفل و الجلبانة و المواد الخضراء جيدة و صحية و كل شيء و قديلها و نستغلها و ناكلها و نتغذينا و نسالينا و نتلم ماء و نقوم بتكشي كله و خاصة ببناء و نجعله في الماكينة حتى لا نسالي الأعمال و نجمع الروينة و لننشرهم و لدي البالكوم و نشاره و لا نستحر و لا نستحر و نستحر و نقوم بتحديد حداية و و لا نريد و نستحر و لا نستحر و ننشر و ننشر الحوايج و نلو و ننشر و نقوم بتحديد الحوايج و نتجمع و ننشر و ننشر و ننشر و ننشر و لا نسال و ننشر و ننشر و ننشر اخترت ناشيطة يتبعي التمجيز تقول لبلادي من بعد ارتاح قليلا لانتطويتهم لانتطويتهم نريد ان تكلمتني لانتطويته لانتطويتك اللهم تقريد انتطويتك بعد فتشغلي كما تعرفون من بار البرد لا يشاهدون كدغية خصوصا لحوائج الغلاث يريدون الشمش و الشمش على قليل نحاول أن نشفوهم جيد كل عدود نشافة لأن نشريهم مراتية خاصة تكون في الدار ولكن راكت تاكل طوال لأن المغربة لا يوجد شمش أحسن من نشافة لأن الفيتاميين الشمش جيدة للحوائج و سوف نسألت إذا أردت الكريم ترسليه فيديو أتمنى إذا لم ترى هذا الفيديو يجب عليكم في صندوق الوصف ضروري أن نسألتك أعرف أنه لا يوجد المسلم سوف نرسح قليلا و سوف أردت الكريب كذلك هذا الكريب سوف نقوم بفيديو خاص به و سوف نقوم بعمل المسلم لو حصلتها بحدة و دونين العلم أسألتك أسألتك أتمنى أن هذا الروتين يجب أن اخشى قليلا كمية كليلة اخرج كمية كاملة اتمنى ان اعجبكم اذا اردت الوصفة اذا اردت اي حاجة اي حاجة في القناة اردت الوجبة للغداء اتمنى ان اخاظ اردتكم اخواتا بالنهاية اشتركوا على القناة مع هذهande اردت م worms اشتركوا في حجم اشتركوا في القناة الع prett يعاقquez بالنجاح والتوفيق لجميع